روزة اليوسف العريقة لرمز من رموز النادي الأهل الأسطورة محمود الخطيب ووسام الاحترام من مؤسسة كبيرة هي مؤسسة روزة اليوسف انتظرونا في تغطية خاصة وحاصرية مع الدكتور شريف فويد موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم من معقل النادي الأهلي بنلتقي بحضراتكم الحقيقة في إطار لقاء لعائلة النادي الأهلي حدث مهم وفريد حرصت عليه مؤسسة روزة اليوسف هذه المؤسسة الوطنية بامتياز والمدرسة الصحفية المتفردة التي منحت الكابتب محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي وسام الاحترام تقديرا لسيرته ومسيرته الطويلة لعبا وإداريا ورئيسا للنادي الأهلي ولتقدم للنشء والشباب القدوة التي نسعد بها في مصر وتمثل جزء من قوة مصر النعيم حقيقة أنه خلوني أرحب بكل السادة الحضور الموجودين اللي كان في إصرار منهم سواء المهندس عبدالصاد إشفرباجي رئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير روزة اليوسف والسادة الزملاء العزاء مديري التحرير وكبار الكتاب أن يلتقوا الكابتن محمود الخطيب للتأكيد على هذه المعاني وهذه القيم اللي بكلها تأثير كبير جدا حقيقة على الحالة الاجتماعية والنشء وشبابنا المحترم كل الشكر والتقدير ليهم وفي هذه المناسبة ونحن نلتقي في لقاء أسري سنعطي كلمة سريعة للمهندس عبدالصاد إشفرباجي رئيس مجلس الإدارة الذي حرص الحقيقة على الحضور اليوم لتكريم الكابتن محمود الخطيب وتسليمه مع أستاذ أحمد باشا وسام الاحترام ودرع روزة اليوسف بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بيسعدني أن أكون موجود في أكبر قلعة رياضية في مصر والشرق الأوسط وهي قلعة النادي الأهلي ويسعدني أيضا باسم جميع العاملين في روزة اليوسف أن نكرم أسطورة رياضية وهو كابتن محمود الخطيب طبعا ما جيت أن أدور في أرشيف روزة اليوسف لإيد بسم الله ما شاء الله فترة من الفترات طبعا كابتن محمود بورتريهات كتيرة جدا من أكبر رسامين مؤسسة روزة اليوسف كانت بتيجي أغلفة من جلات صباح وروزة طبعا ندل عن شيء ندل عن إحنا معانا موهبة كبيرة جدا وكان وما زال يعتبر قدوة للنشأ وإحنا صغيرين كنا نتابع كابتن محمود الخطيب وكان بالنسبة لنا قدوة ونقول له ربنا يوفقك كرئيس مجلس إدارة حاليا وإحنا معاك وارك إن شاء الله بيزدله شكرا شكرا جزيلا للمؤانسة بساد الشربي رئيس مجلس إدارة روزة اليوسف يعني على هذه الكلمة الضافية يعني وأصدق الكلام دائما هو ما خرج من القلب إلى القلب الكاتب الصحفي المتميز والنابه أحمد باشا رئيس تحرير روزة اليوسف بسم الله الرحمن الرحيم يمكن النهاردة إحنا جينا من مؤسسة روزة اليوسف المؤسسة الوطنية لصرح الرياضة والوطنية في مصر النادي الأهلي ويمكن تكريم الكابتن الخطيب إحنا وصفناه في روزة اليوسف بن نبيل هو النبيل فعلا قولا وفعلا وهو نموذج وقدوة للشباب المصري المحتزى به ويمكن إحنا كنا حرسين أن يتم التكريم هنا في النادي الأهلي اللي هو قلعة الرياضة روزة اليوسف والنادي الأهلي وأسستين وطنيتين ربما كانوا من أعمدة والقوى النعمة للدولة المصرية إحنا النهاردة بنقدم رسالة للرأي العام والشباب وبنقدم نموذج كان قدوة في الملاعب وفي الإدارة هو كابتن محمود الخطيب اللي إحنا زي ما قلنا وصفناه بن نبيل وهدنا وسام الاحترام للشخصيات الأكثر تأثيرا في جمهورية مصر العربية عبر تاريخ المعاصر كابتن الخطيب قيمة وقامة نحن نفخر أن نقدم هذا النموذج للشباب المصري يمكن أنا واحد من الناس اللي شجعت النادي الأهلي لما فتحت عناي على قرة لما شفت الكابتن الخطيب ولا تزال النادي الأهلي وقرة القدم إحدى أدوات القوى النعمة للدولة المصرية وإحنا مرة تانية بنقدم كل الشكر والتأدير للنادي الأهلي وكابتن الخطيب في مسيرته بنهنيه كمان على اتفاقات أخيرة الموقعة الخاصة بالرؤية الاقتصادية للنادي الأهلي وتوقيع حق استغلال الاستاذ الجديد باسم النادي الأهلي ودوات كمان جزء وخطوة كبيرة على فكرة الاستثمار الرياضي وده كمان هيبقى قيمة مضافة للنادي الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام شكرا جزيلا شكرا جزيلا وموصول الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد باشا على هذه الكلمة والحقيقة أنه عنوان وسام الاحترام الذي منحته روزا ليوسف للكبتن محمود الخطيب كان هو الوصف واللقب الأعم والأشمل والمحبب إلى قلوب الكثيرين وهو تعبير الحياة والعكاس عن حقيقة أخلاق ومثل الرجل وهو النبيل الحقيقة أنه الأستاذ أحمد باشا لما كتب هذا المقال أو لما قررت روزا ليوسف تمنح الكابتن محمود الخطيب هذا الوسام كان الهدف منه هو تسليط الضوء على رموز وقوة مصر النعمة اللي دايما بتتميز بالخلق الرفيع وده الحقيقة اللي كابتن محمود الخطيب حريص عليه في مجلس إدارة النادي الأهلي منذ أول يوم هو وأسرة وعائلة النادي الأهلي لا اشتباكات لا حديث لا خروج عن النص نعمل فقط لخدمة مصر وخدمة النادي الأهلي نقدم لأبنائنا سواء الناشئين أو في ربوع مصر على اختلاف الانتماءات القدوة الحسنة دائما فسمحونا نسمع كلمة من النبيل محمود الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني في البداية بس اسمحوا لي أن أنا ما عليش بتكلم وأنا قاعد يعني في النهاية في البداية بالنسبة لي روزر يوسف فهي ده بالنسبة لنا اسم تاريخي واسم ليه دلالة كبيرة جداً جداً في علم الإعلام في مصر وأنا أمكن بشكر جداً لسيد رئيس مجلس ظهرة وسيد رئيس تحرير وجميع السادة الحضور اللي حضورهم من نادي الأهلي وكان مفروض أن أنا لروح لهم لكن هم طبعاً تقديراً لأنه يارضاً عندي المجلس ظهرة وبكرة أنا مسافر فأنا بشكرهم جداً أنتوا اللي شرفتونا يعني فأنا بشكركم جداً وإن شاء الله يجب أن يكون هنا برد لقاء عندكم بإذن الله إن شاء الله إذا كان الإنسان في حياته يعني بيحس بنوع من أنواع التكريم في أي مجال أعتقد ده شيء بيسعد أي إنسان هو يعني في حياته الناس بتكرموا أو الناس شافت سيرة ذاتية كده فمن خلالها بيبقى فيه نوع من أنواع التكريم يعني وعشان كده أنا بشكرهم جداً وكلنا نتمنى أن أكون أستحق هذا الأمر يعني أو هذا اللقب أو هذا التكريم ده بيدينا نوع من أنواع المسئولية أكبر أمام جماهيرنا وأعضاءنا وشبابنا وكل الشعب بتاعنا لأن إحنا بنبقى محصورين بقى أنت راجل بتأخذ تكريم معين لازم تكون على قدر هذا التكريم وكمان بتزيد مسؤولياتك تجاه كل المحبين يعني أو كل الشبابنا إن شاء الله يكون ده بنسبة لهم نوع من أنواع الحافظ والدوافع أنه هو يكون بإذن الله موفق إن شاء الله في حياتهم شبابنا لأن شبابنا فعلاً شباب أعتقد أنه هو بيحب بلده جداً وإن شاء الله يكون ليه دور كبير في المستقبل بإذن الله بس بيحطرني برضو يعني يمكن في من الحاجات اللي كانت تعجباني جداً ومعنش بقى مناسبة كده بقى عز أورطهم يعني فيها أنا كان مرة طلع زي غلاف كده على الأستاذ جمال كامل الحقيقة صباح الخير أنا الحقيقة بدور على الغلاف ده أنا مش ليه لأنه لا الصورة دي الصورة دي معرفش حساسي بيها حساس مختلف خالص يعني فمعليش بقى بزنوك على نوع دي بداية سلسلة من الراحل في محمد عمزة بالضبط بالضبط فمعليش بقى أنا بقى لا طبعاً شراء الله بإذن الله لما ترجع حساسياتك من السفر هات كل مموضة بإذن الله ده نديكم وده مكانكم وتشرفونا في أي وقت وإحنا فعلاً يعني كل من هو محب النيل آلي هو من ضمن عائلة النيل آلي بشكركم جداً جداً وبشكركم اللي لسالتكم الوعية تجاه شعبنا يعني شكر جداً شكركم جداً شكرار موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة